موسيقى الحكومة التركية التي وصفت عزل الجيش المصري للرئيس محمد مرسي بأنه انقلاب على لسان وزير خارجيتها طالبت المجتمع الدولي بالتحرك والتدخل في الشأن المصري لحماية مصالحها الأخوانية هذا بالنسبة للحكومة التركية أما عن تونس والتي صدحت أصوات أخوانية بقهرها من انتصار الشعب المصري وعزل محمد مرسي نذكر منها راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الذي وجد أن عصر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ولا رغم حنين البعض إليه وصفا ما تشهده مصر بالخطوة للوراء في مسار الثورة الديمقراطية والإسلام والديمقراطية سيعودان مرة أخرى والعديد العديد من الأصوات التي فاحت منها رائحة التدخل الواضح بالشأن المصري لذلك كان على السفير التونسي أيضا أن ينقل أسف مصر من هذا التدخل بعد التصريحات التي صدرت عن دوائر رسمية تونسية فالخارجية المصرية وجدت أن هذه التصريحات لا تتناسب مع العلاقات الإيجابية بين الشعبين المصري والتونسي ومع تطلعات المصريين لعلاقات طيبة مع كافة الشعوب العربية بما فيها الشعب التونسي الشقيق وهذه الأصوات والمحاولات الإخوانية التدخل في الشأن المصري لا تعكس فقط فهما مغلوطا لما مرت به جمهورية مصر ولا زالت بل تعكس تدخلا كبيرا في الشأن المصري مصر اليوم تعلن انتصارها على حكم الأخوان ولن تسمح لأي دولة أن تتدخل في شؤونها التي حاول الأخوان وأنصارهم أن يشوهوا دورها التاريخي وعلى جميع الحكومات الأخوانية التي تلقت صفعة عزل الرئيس مرسي أن تنأى بنفسها عن أي تصريح يفضح قهرها بانتصار الإرادة الشعبية المصرية وكسر شوكة الأخوان اشتركوا في القناة